اهلا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من هذه الامسية الرمضانية التي نستضيف فيها فضيلة الامين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الظاري طبعا عبر الاقمار الاصطناعية من العاصمة الاردنية عمان مرحبا بك معنا فضيلة الامين العام في الجزء الثاني من هذه الامسية الرمضانية اهلا ومرحبا بكم حياكم الله اهلا وسهلا طبعا سنتطرق في هذا الجزء الثاني من هذه الامسية الى مواقف هيئة علماء المسلمين الى الظروف التاريخية التي احاطت بنشأتها وتأسيسها وكذلك الى حملة التشويه والاتهامات والشبهات التي تثار ضد الهيئة وضد مواقفها على خلفية موقفها طبعا المناهض والرافض للعملية السياسية في العراق وطبعا ايضا ومنتجاتها وافرازاتها وطبعا قضايا اخرى سنتطرق اليها في هذا اللقاء مع فضيلة الامين العام لهيئة علماء المسلمين دكتور مثلنا لو بدأنا بقضية الهيئة وحملة التشويه والاتهامات والشبه والتشويش على الهيئة وعلى مواقفها منذ عام 2003 وإلى اليوم وخاصة طبعا من شركاء العملية السياسية طبعا في لقاء جديد ذكر زعيم الحزب الاسلامي اياد السام الرائي ان الهيئة عندما اسست اريد لها ان تكون مرجعية فقهية للسنة في العراق وهذا ما اتفق عليه المؤسسون للهيئة لكن لاحقا زج الامين العام السابق للهيئة الشيخ حارث الضاري رحمه الله بالهيئة في معترك العمل السياسي وهذا ما لم يكن متفقا عليه او مرسوما لمسار الهيئة فعلا ثم تنحراف في مسار الهيئة عن الهدف من التأسيس الاول الى عمل سياسي بسم الله الرحمن الرحيم للأسف هذا الكلام غير الدقيق سمعناه مرات عديدة على مدى سنوات هو وغيره من الشبه والاتهامات للهيئة على مدى تاريخي منذ الاحتلال وحتى اللحظة وكنا نضرب صفحا عن هذا الكلام وهذه الاتهامات على اعتبار انها نتيجة الحراك السياسي في وقتها وعدم دقة ما يصل لبعض الاطراف من اخبار وبناء على تصورات غير صحيحة للأسف كانت في الغالب كردود افعال ونتائج لفشل متتابع في العملية السياسية لبعض الاطراف ولكن بعد هذه السنوات وبعد ان اتضحت الامور وبعد ان وقف الناس بانفسهم على الخلاف البين والواضح بين وجهتين نظر وجهة نظر التي تقول بان الاحتلال يمكن التعامل معه والتعاون من اجل بناء الدولة ووجهة نظر اخرى تقول بان الاحتلال لن يأتي بخير وانه لا بد التصدي لهذا الاحتلال بكل الطرق الممكنة عن طريق المقاومة كما فعلت الفصائل الجهادية في وقتها وإن الان او عن طريق العمل السياسي وهي وجهة نظر هيئة علماء المسلمين في العراق والاستقراء للمستقبل كما ذكرته الهيئة في وقتها والقوى المناهضة للاحتلال يثبت واقعه على الارض الان ولا نحتاج لشهادة من هذا او من ذاك من اجل بيان صحة توجه الجهة الفلانية والحزب الفلاني وانما الواقع يجيب عن مدى صحة استشراف كل جهة للمستقبل اما فيما يتعلق بالهيئة السيدة ياد السام الرائي للأسف زج نفسه في موضوع لا يعرف الكثير عنه وانما كلامه هذا مبني على امور يعرفها هو وقيادة الحزب الاسلامي قبل الاحتلال او نيات لهم قبل الاحتلال اما ما يتعلق بتاريخ الهيئة وتأسيسها فهو ظاهر وواضح ومعلن ومكتوب وموجود في كتب وموجود في وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت وطالما تحدث الناس عنه لكن الاشكالية هنا في ان هناك رؤية معينة اريد لحيئة ما وليس لهيئة علماء المسلمين ان تقام قبل الاحتلال او فكر بها قبل الاحتلال واعلنت بعد الاحتلال من اجل ان تكون رديفا ومساعدا للحزب الاسلامي العراقي في وقتها في باب الفتاوى الشرعية المؤيدة للمواقف السياسية اي ان تكون الفتوى والعلم تابعة لموقف سياسي وليست مؤصلة لموقف ينطلق منه السياسي لبناء رؤية وعمل سياسي وهذه المشكلة الحقيقية المعلومات التي لدي باعتبار احد مؤسسي الهيئة شرفني اخواني واساتذة الكبار بان انضم لهم في تأسيس الهيئة فكنت خمس عشر اعضاء الهيئة في مجلسها التأسيسي في وقتها ان الهيئة اول ما انشئت كانت في العامرية في غرب بغداد في منزل احد الاساتذة في وقتها الذي دعا عددا من اساتذته وعددا من الدعاة من زملائه واجتمعوا في ليلة الثالث عشر على الرابع عشر من نيسان بعد احتلال بغداد باربعة ايام للنقاش ومعرفة الاراء فيما ينبغي ان يفعله العلماء وطلبة العلم للتصدي لمأساة الاحتلال واستقر رأيهم على ان تؤسس رابطة سميت رابطة علماء الشريعة وارسلوا بيانات ورسائل لكثير من زملائهم واصدقائهم وطلبتهم واعلنت في اليوم الثاني يدعونهم الى المشاركة فيها ثم في الوقت نفسه ايضا انشئت جمعية اخرى في جانب الرصافة في بغداد وبالتحديد في مقر منظمة المؤتمر اسلامي الشعبي سابقا في كورنيش العظمية وسميت باسم جمعية علماء الاسلام وفيها عدد من علماء الرصافة بعد ايام وبعد ان عادت الطرق وفتحت الجسور على نهر دجلة التقت طرفان واتفق على دمج الجمعية والرابطة في اطار هيكلي واحد واطلقوا عليها اسم هيئة علماء المسلمين فاخذوا من هذا الاسم الشيء ومن هذا الاسم الشيء ونحتوا لها هذا الاسم ثم اجتمع المجلس التأسيسي لهذه الهيئة واذكر في ذلك اليوم الذي انضمبت فيه للهيئة ان الدكتور محسن عبد الحميد قد استقال من الهيئة للتفرغ لكي يكون ناطقا للحزب الاسلامي وقال حرصا على استقلالية الهيئة ينبغي ان انسحب منها فقبل الاعظاء منه هذا العذور وانسحب الرجل ودخلت انا مكانه وبعد ان اجتمعنا اتفقنا على دعوة اساتذتنا وزملائنا في الداخل والخارج وكلف كل واحد من الاعظاء الموجودين بدعوة اثنين او ثلاثة او اربعة وكلف بعضهم بالاتصال بعلماء العراق في الخارج فكلف احد اعظاء الهيئة فيما اذكر بالاتصال بالشيخ احمد حسن الطاه الشيخ الدكتور احمد حسن الطاه في الامارات والدكتور حارث الضاري في الامارات واخرين واتصل بهم فعلا وجاء جوابهم بانه نحن معكم انتظرونا شهرا او شهرين ان ننهي عقودنا في الدول التي ندرس فيها ثم نأتي لانضم اليكم ولكننا معكم في كل ما تتخذونه من قرارات وهذا ما حصل توسع مجلس شورى الهيئة او المجلس التأسيسي الى اربعة واربعين عضوا وشكلنا فروع في المحافظات والاربعة واربعين عضوهم رئيس ونائب رئيس كل فرع في محافظة او في قضاء في نهاية شهر ستة وبداية شهر سبعة عاد الوالد رحمه الله الشيخ حارث الضاري والشيخ الدكتور حمد حسن الطاه من الامارات وعدد اخر من اعضاء الهيئة وانضموا الى الهيئة واستمرت الهيئة تعمل طيلة ستة اشهر برئاسة امينها العام الاول الدكتور محمد عبيد الكبيسي الذي هو الان نائب الامين العام للهيئة وفي الشهر الثاني عشر من عام 2003 وتحديدا في يوم 23 اثمعاش 2003 اجتمعت الهيئة واجرت اول انتخابات في تاريخها واختارت امانة عامة من ثلاثة عشر عضوا وامينا عاما وبالانتخاب فازت شيخ حارث الضاري فكان الامين العام للهيئة والنائب الدكتور محمد عبيد الكبيسي واختار الامين العام مساعدين له فكان المساعد الاول للشؤون العلمية الشيخ احمد حسن الطاهة حافظه الله والمساعد الثاني هو الاستاذ محمد احمد الراشد للشؤون العام هذه هي قصة تأسيس الهيئة جهد لعلماء وطلبة العلم الشرعي في العراق اجتمعوا من اجل وقوف امام داهية الاحتلال وهذا موثق في كتاب او رسالة متقدمة للهيئة طبعتها في عام 2004 بعنوان هيئة علماء المسلمين التعريف والمفهوم الذي يشير اليه السيد اياد السام الرائي هي معلومات او نيات كانت قائمة قبل احتلال العراق في لندن اذ يبدو ان الحزب الاسلامي في وقتها كان من ضمن خططه بعد عودته الى بغداد ان يؤسس هيئة شرعية موالية له لما اسست هيئة علماء المسلمين في العراق نحن ما كنا نعلم بهذه النية ولا بهذه الفكرة وكل من انضم اليها كان هم الاساسي القيام بالواجب الشرعي اما اذا كان هناك عضو او عضوين او ثلاثة من اعضاء الهيئة من اعضاء الحزب الاسلامي لديهم دراية بهذا الموضوع ويسعون الى ان تكون الهيئة التابعة للحزب الاسلامي فهذا شيئا اخر وللتاريخ لما بدأت الهيئة مواقفها الواضحة والصريحة وهنا اقول الهيئة في نظامها الداخلي سعت لتفادي كل مشاكل الاحتلال واثاره والهدف السياسي كان موجودا في صلب عملها بحسبانه جزءا من اهتمامات عالم الدين لا يخرج عن تركيره ولكن كنا ننظر في الهيئة في ذلك الوقت الى ان هذا العبء السياسي كفيناه وسيقوم به الحزب الاسلامي وان الاعباء الاخرى الثقافية والدينية والدعوية والإغاثية والاجتماعية ودعم المقاومة ستقوم بها الهيئة فاحدنا يعمل من هذه الجهة والطرف الثاني من هذه الجهة لكن بعد دخول الحزب الاسلامي الى مجلس الحكم بدون استشارة للهيئة وبدون استشارة لأصدقائي ومعارفي واحباب الحزب الاسلامي في وقتها الذين ايدوه بقوة بحسماهني قوة سياسية نظيفة وسليمة ستأخذ على عاتقها الدفاع عن مصالح العراقيين في زمن الاحتلال فوجئ الجميع بهذا الدخول دكتور اسمع لي دكتور اسمع لي فاخذت الهيئة على عاتقها اشكرك هذا النقطة مهمة هنا فقط هنا فقط يرى بعض اعضاء الحزب الاسلامي ان الهيئة قد خرجت عما يسمى الاتفاق مع انه ليس هناك اتفاق السبب ان بعض اعضاء الحزب الاسلامي في الهيئة اوهموا قيادتهم في الحزب بان هناك انسجاما وتفاهما على تبادل الادوار وهذا لم يفتح الحديث به ولم يناقش على حد علمي ابدا فلما اعلنت الهيئة موقفها من مجلس الحكم في 18 سبعة في التجمع الكبير في ام القرى واعلنت رفضها للمجلس ورفضها للعملية السياسية واختيارها خيار المقاومة ودعم المقاومة احبط كثير من اعضاء الحزب الاسلامي فالقوا بالتهمة على من؟ على الشيخ حارث الضائر رحمه الله بانه قد سحب البساط من تحت اقدامهم وحول الهيئة الى وجهة اخرى وهنا اختم بجزئية نعم بشهادة صاحبها ما زال حيا يرزق وهو السيد الكاتب المعروف والباحث عاد الرؤوف صاحب الكتب المعروف ومنها عراق بلا قيادة عاد الرؤوف كانت له صلة بالمعارضة ما يسمى بالمعارضة العراقية قبل الاحتلال وبعد الاحتلال بأشهر وبعد اعلان الهيئة زارنا في الهيئة وجلس معنا جلسة طويلة ثم جلسة خاصة جلست أنا معه فقال الحمد لله ان الهيئة كان موقفها واضحا من الاحتلال قلت له لماذا هل كنت متخوفا من شيء قال نعم للأسف تحدثت مع اخواني في الحزب الاسلامي ومنهم السيد ياد السام الرائي فعلمت منهم قبل الاحتلال انهم على بنية انشاء هيئة شرعية تكون رديفا ومعاونا لهم يقول فحذرتهم من هذا وقلت لهم لا يليق بالعلماء ان يكونوا اتبعا لحزب فيوافقون على ما يوافق عليه من ارى ويصدرون فتاوة وايده قال فلما اعلنت الهيئة قلت للأسف الاخوة في الحزب الاسلامي لم يأخذوا بنصيحتي ولكن بعد ان ظهر منقف الهيئة المستقل ومعارضتها للعملية السياسية ومجلس الحكم قلت الحمد لله اذا هذه الهيئة ليست التي كان يتحدث عنها الاخوة في الحزب الاسلامي فهذا هو موضوع الهيئة الذي يقول السيدة ياد السام الرائي انه كان الاتفاق على ان تكون هيئة فقهية فقط نعم ذكر الدكتور انكم تفاجأتم بقرار الحزب الاسلامي بدخوله او اقتحامه العملية السياسية كما جاء ايضا على لسان في بيان الحزب الاسلامي تفاجأتم من هذا الموقف الم تكونوا تعلمون ان الحزب الاسلامي كان من ضمن الاحزاب التي كانت حضرت مؤتمرات لندن صلاح الدين للمعارضة وانها ربما اذا ممكن صحيح للمعلومة كانت من الموقعين على قانون تحرير العراق عام 98 يعني هم يعني مهدوا للاشتراك في هذه العملية السياسية قبل 2003 فلماذا المفاجأة لماذا تفاجأتم مبارك الله في سؤال في مكانه لعلي احدد العبارة المفاجأة كانت في شخص من دخل لمجلس الحكوم وهو الدكتور محسن عبد الحميد فقد كان عضوا في الهيئة ثم كما قلت استقال يتفرغ الحزب الاسلامي والحزب الاسلامي عندما دخل الى بغداد واختار مقرا له وعمل ندوات كبيرة جماهيرية لم يتطرق ابدا للحديث عن موضوع عملية سياسية واحتلال كان خطاب وخطاب وطني عام فكثيرون كانوا يظنون بان الحزب قد تغير وضعه وقد تغيرت رؤيته بعد مصيبة الاحتلال ولا سيما ان المشورات الرسمية للحزب قبل الاحتلال كانت ترفض الاحتلال بغض النظر عن ما اتفقوا عليه في مؤتمرات لندن او مؤتمر صلاح الدين او غيرها من اللقاءات هذا اولا ثانيا ان مجموعة كبيرة من علماء العراق اصدرت فتوى بشأن احتلال العراق قبل احتلاله بخمسة اشهر وتحديدا في 22-11-2002 تحت مسمى رابطة العلماء العراقيين في الخارج بقيادة الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله القيادة التاريخية المعروفة للاخوان المسلمين في العالم في العراق عفوا فضلا عن مكانته العلمية والشرعية الكبيرة في العراق وفي العالم الاسلامي وهذه الفتوى كتبها اربعة كتبت في وقتها في دولة الامارات العربية المتحدة من اربعة عشر عالما من علماء العراق يتقدنهم الدكتور عبد الكريم زيدان ومعه الدكتور احمد عبيد الكويسي والدكتور هاشم جميل والدكتور عبدالله الجبوري والدكتور حارث الضاري والدكتور احمد حسن الطا والدكتور اكرم العمري والدكتور علي البنجويني والدكتور طايس الجميلي والدكتور مساعد مسلم الشمري والدكتور عبدالقادر السعدي والدكتور عبدالقاهار العاني والدكتور محمد عياش الكويسي واعتذر إن فاتني اسم أو اسمين المهم أربعة عشر عالما من علماء العراق وقسم منهم من علماء الإخوان المسلمين في العراق قالوا فيها بوجوب التصدي للاحتلال ورفض هذا الاحتلال إن وقعه ودعم أي مقاومة تقف بوجه هذا الاحتلال هذا الموقف الشرعي المعلن الجماعي لعلماء العراق شكلت على أساسه رابطة العلماء العراقيين في الخارج التي واصلت مواقفها الرافضة لاحتلال العراق ولغزوه على مدى أشهر قبل الاحتلال بل أن بعض هؤلاء العلماء أصدروا فتاوى خاصة ومنهم الدكتور أحمد عبيد الكبيسي والشيخ الدكتور أحمد حسن الطاة أصدروا فتاوى خاصة وصلت إلى حتى كثير من يتعاون مع الاحتلال ولم يصدر أي شيء عن الحزب الإسلامي فكانت الرؤية في وقتها أن هناك تماهيا مع هذا التوجه وأن الحزب الإسلامي قد تكون له مواقف مختلفة بعد الاحتلال مثال الاستغراب الأخير أن الدكتور محسن عبد الحميد زار الوالد بعد عودة الوالد إلى العراق في 1-7-2003 وهو زميله وصديقه ورفيق دربه في الدعوة وأمور كثيرة علاقة بينهم علاقة كبيرة ومتميزة عرفها كثيرون من طلبة العلم في العراق وهذا قبل إعلان مجلس الحكم بأيام ولم يعلمه بالنية بدخول مجلس الحكم فهذا هو منشأ المفاجأ فلما أصدرت الهيئة أول بيان في 16-7 عن مجلس الحكم وعقبته بـ 18-7 بالتجمع الكبير الذي تحدثنا عنه قبل قليل ذهب أحد المحبي الهيئة إلى الدكتور محسن عبد الحميد يوم 17-7-17 تموز 2003 وقال له الهيئة غدا ستعلن موقفها من مجلس الحكم فقال الله الذي وصلنا من أخوتنا في الهيئة يقصد أعضاء الحزب في الهيئة أن الهيئة تعترض فقط على تشكيلة مجلس الحكم الطائفية قال له لا يا دكتور موقف الهيئة من العملية السياسية ومجلس الحكم برمته في اليوم الثاني لما تبين أن موقف هذا الناقل هو الصحيح وأن موقف ممثل الحزب في الهيئة في ذلك الوقت كان غير دقيقا ماذا أصبح الانطباع عند الحزب أن هناك مؤامرة ما تمت في الهيئة لحرفها عن طبيعتها الفقهية والعلمية وأنا أقول متى كانت الروابط والجمعيات العلمية الشرعية ذات طبيعة فقهية خاصة ثم أليس بيان الرأي السياسي والموقف من الاحتلال والعملية السياسية هو بحد ذات موقف فقهي وشرعي وتأصيلي وسياسي وشرعي شئت أن تقول ألا ينبغي للعالم وطالب العلم أن يبين رأيه في شؤون الدنيا أم يريدونه وهم حزب إسلامي أن يقتصر على الجانب الديني فقط فينزوي في المسجد ويفتي بالفتاوى المتعلقة بالعبادات فقط وللأسف هذا ما سمعناه بعد ذلك من هجمات على الهيئة وأنها تركت واجبها الديني طيب هناك ديوان وقف سني وهناك جامعات إسلامية وكليات شرعية وهناك مساجد وهناك دعاة وهناك مفتون وهناك فقهاء فليقوموا بواجبهم الشرعي أما إذا تمحض العمل السياسي في التصدي للاحتلال على فئة من العلماء فقد انتقل من صفة الوجوب الكفائي إلى الوجوب العيني وهذا ما قامت به الهيئة فهذه الصورة ينبغي أن تظهر للناس أن تتضح فما نسمعه من كلام هو من قبيل أولا الخطأ من قبيل المعلومة غير الدقيقة من قبيل التدليس المقصود وغير المقصود وهنا أنا أقولها بصراحة أحمل المسؤولية لمن كان يمثل الحزب في الهيئة طبعا ماكو هكذا صفة أنه يمثل الحزب في الهيئة وإنما كان أعضاء الهيئة من كل التوجهات كل التوجهات الإسلامية الإخوانية والسلفية إن صح التعبير والصوفية إن صح التعبير والوسطيون وما إلى ذلك كل هذه التيارات دخلت في الهيئة وعبرت عن موقفها السياسي أما إذا لم يرضى بعضهم بعد ذلك بتأثيرات حزبية أو فكرية ما بوجهة النظر السياسية وخرج منها فهذا أمر له أما أنه نجبر على أن نلتزم وجهة نظر سياسية لطرف ما فأعتقد بأن هذا فيه خيانة للدين وليأمانة العلم الشرعي نعم أستأذن لفضيلة الأمير العام لهيئة علماء المسلمين والمشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال هذا الحوار في الجزء الثاني من هذه الأمسية الرمضانية مع فضيلة الأمير العام لهيئة علماء المسلمين الدكتور مصنى حارث الظاري ابقوا معنا يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1-07-3-0 أفقي إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 1-2-3-8-0 أفقي 1-2-3-0 أفقي 1-2-3-0 أفقي اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في الجزء الثاني من الامسية الرمضانية التي نستضيف فيها فضيلة الامين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري عبر الاقمار الاصطناعية من العاصمة الاردنية عمان دكتور طالما ذكرت قضية المقاومة وموقف الهيئة من المقاومة وتبنيها خيار المقاومة الحقيقة تبني الهيئة لخيار المقاومة كان واحدا من الشبه التي تثار ضد الهيئة ويخطئونكم خاصة طبعا شركاء العملية السياسية من السياسيين السنة وان هذا الخيار كان خاطئا ولا داعي له وهذا ايضا ورد في حديث اياد السام الرائي لان الحزب الاسلامي كما يقول على قناعة راسخة ان الغزو والاحتلال سيرحل من العراق ولا داعي لحمل السلاح ضده واعلان المقاومة ضده لانه قد يصيبه بالعناد فيبقى ويطيل بقاءه في العراق فهذا الخيار خيار الهيئة بتبني خيار المقاومة لم يكن صائبا ولا داعي له اقول بان وجهة هذه النظر من خلال هذا الطرح الذي جرى ينتابها العوار من جهتين الجهة الاولى ان حمل السلاح قد يطيل بقاء الاحتلال وما الى ذلك ويعمل على عناده وما الى ذلك هذا يتناقض مع وجهة النظر المعلنة للحزب الاسلامي ولغير الحزب الاسلامي ان الاحتلال قد رحل طيب اذا رفع السلاح وحصلت حركة مقاومة فريدة في التاريخ وكبدت الاحتلال خسائر كبيرة يشهد بها العدو قبل الصديق ومع ذلك رحل الاحتلال بناء عوجة نظرهم اذا هناك تناقض اذا استشرافه غير صحيح هذا اولا جانب الخطأ في هذه الرؤية من ناحية اخرى انه لا يحمل السلاح على الاحتلال لان الاحتلال سيخرج اجلا او عاجلا او عفوا عاجلا او اجلا والاحتلال لم يخرج الى الان اذا وجهة النظر ايضا من هذا الجانب وجهة نظر خاطئة وهذا يدل على ان الاستشراف غير دقيق وغير صحيح ثم من اين هذه المسلمة انه الاحتلال سيرحل فلا نرفع بوجه السلاح بالله عليك اي امة من الامام اي دولة من الدول اي شعب من الشعوب قابل بقناعات الاحتلال ووافق على ذلك لماذا اذا التيار الفكري الذي يمثله السيد اياد السام الرائي لم يأخذ بوجهة النظر هذه في افغانستان ويقول ان الاحتلال السوفيتي لافغانستان سيذهب عاجلا او اجلا وكان كلف المسلمين الدماء الكثير التي اريقت هناك بالعكس كان هذا التيار داعما اساسيا لحركة الجهاد هناك وقس على ذلك حركة الجهاد في فلسطين الى الان من يقود حركة الجهاد في فلسطين حركات اسلامية واعية ومدركة ومعروفة وفي مقدمتها حركة حماس التي تنتمي الى هذا التيار الفكري فلماذا ايضا لا تعطى وجهة النظر هذه لحماس من اجل ان تنتظر الاحتلال سيخرج واتفاقية اوسلو موجودة وهناك سلطة فلسطينية وما الى ذلك طيب في كل مكان في العالم يحصل فيه غزو او احتلال من الطبيعة ان تقوم هناك حركة مقاومة لكن من غير الطبيعي ان لا ترشد هذه الحركة ان لا يحتث نقاش بين اصحاب الخيار السلمي مع اصحاب الخيار المقاوم للوصول الى صيغة التعاون ممكنة هذا لم يحصل في العراق منذ اللحظة الاولى وجدنا تيارا مشككا وجدنا تيارا رافضا لخيار المقاومة على الرغم من خراط كثيرين في هذا التيار ومنهم شباب من التيار الفكري الذي يمثله السيد اياد السام الرائي وانطلقت فصائل جهادية لم تنتظر رأي الهيئة ولم تنتظر رأي الحزب الاسلامي ولم تنتظر رأي الفتوى الفلان الفلاني ولا المرجع الفلاني وفيها التيار الاخواني وفيها التيار السلفي وفيها التيار الوسطي والى الان موجودة ماذا نقول لهؤلاء ثم الاربعة عشر عالم الذين ذكرتهم قلق لي واصدروا هذه الفتوى اغلبهم يحسبون على الاخوان المسلمين طيب لماذا لم يؤخذ رأيهم في هذا الموضوع لماذا لم يقل لهم انتم علماؤنا ومراجعنا لماذا تفتون بالجهاد لماذا تحمل هذه المسئولية لهيئة علماء المسلمين بعد الاحتلال فقط وتحمل لشيخ حارث الضائر رحمه الله فقط مع ان هيئة علماء المسلمين هي امتداد لرابطة العلماء العراقين في الخارج واغلبهم دخل في الهيئة والدكتور عبد الكريم زيدان بملئ فيه اعلنها في محافل عدة بانه يتمنى ان يعود الى العراق لو سنحت له الفرصة لكي يكون جنديا مع هيئة علماء المسلمين ولم يكتفي بذلك بالاصدر بيانا خاصا في عدم مشروعية مجلس الحكم في وقتها هذه هي وجهة النظر الشرعية الواقعية المتفقة مع تطور الاحداث اما ما سمعناه من السيد اياد السام الرائي فهو اشبه بافكار في عالم افتراضي مبنية على اساس ان وجهة نظر الحزب الاسلامي او التيار الذي يمثله اياد السام الرائي في الحزب الاسلامي لاننا كما نعلم الحزب الاسلامي اصبح لان وجهة نظر متعددة وبالامس قرأته له تغريدة يتكلم عن احد اخوانه في الحزب ويقول اختار خيارا ما واجتهد في هذا ورغم الظروف اعتقد بانه لم يصل للنتيجة المرجوة كلام سليم ان اجتهد فلان طيب لماذا لا يقال هذا الكلام لغيركم ان حارث الظاهر اجتهد هيئة علماء المسلمين اجتهدت عبدالكريم زيدان اجتهد فلان اجتهد فلان اجتهد طيب لو فرضنا انه لم تفتي للهيئة ولا غيرها ومع ان الهيئة لم تفتي في هذا الشأن لان المقاومة لا تحتاج الى فتوى وفتوى علماء العراق في الخارج استصحبت بعد الاحتلال واعتمد عليها الكثيرون على العموم هذا هو جوابي المختصر وانا الموضوع فيه تفاصيل ووثائق كثيرة نعم ما زلنا نستعرض طبعا الشبهات التي تثار ضد الهيئة وخاصة ما ورد في حديث دكتور ايضا مما يؤخذه عليكم السنة العملية السياسية ان موقفكم المناهض والرافض والمتصلب من العملية السياسية والتغيير العام الذي جرى في العراق هو الذي تسبب بكل هذه المعاناة للسنة في العراق من تهجير من نزوح من تدمير للمدن يحملونكم نصيبا وافرا من هذه المأساة المستمرة في العراق عموما وللسنة خصوصا للأسف هذه طبيعة من يختار خيارا معينا خلاف الواقع وخلاف الفطرة وخلاف الثوابت الشرعية وأؤكد هنا على الثوابت الشرعية أقول ثوابت للأسف سمعنا كثيرا من أية تأتون بهذه الثوابت كأننا نحن فقط نتحدث بحديث الثوابت عندما يتحدثونهم بالثوابت الوطنية والشرعية والدينية والسياسية لا يواخذهم أحد وعندما تريد كلمة ثابت على لسان أحد أعضاء لا هي تقوم الدنيا ولا تقعد لا يريدون لهذه الثوابت لأن هذه الثوابت تبين هي والمقاصد الشرعية الخطأ الكبير الذي وقعوا فيه فبناء على ذلك الاتهامات مستمرة والتحميل مستمر كل مشكلة كما تفعل العملية السياسية ورموزة كما يسمونهم كل فشل يحملونه للنظام السابق طيب سنة سنتين ثلاثة أربعة قنعنا خمسة ستة الآن ستة عشر عاما بعد الاحتلال أعود إلى أصل الموضوع مرة ثانية وإلى حديث الوثائق إذا كانت المقاومة قد تسببت للعراقين بما تسببت به الآن ما حصل لهم الآن من نجوح وما إلى ذلك فإذن معنى أن المقاومة أيضا منتقدة ولم أسمع أن أحدا ينتقد المقاومة الحقة هذا أولا ثانيا أن هناك عمل سياسي في إطار العملية السياسية قام به الحزب الإسلامي وقوى سياسية أخرى من تيارات وأفكار أخرى ورضوا بأن يدخلوا في العملية السياسية حتى بعد المقاطعة الشاملة لها من كثير من العراقيين والسنة في وقتها إذن هم يعرفون بأن هناك مقاطعة وأن هناك مزاج شعبي غير راغب بالمشاركة واشاركوا إذن لماذا شاركوا قالوا لتقليل الضرر طيب أربعة عشر عاما من مشاركتهم إلى الآن ولم يقللوا الضرر إذن من يتحمل المسؤولية الذي شخص الخطأ منذ البداية ورفض أن يدخل فيه أما الذي دخل وقال سأقلل من هذا الضرر طيب من دخل في العملية السياسية هل بقوا على قلب واحد هل اجتمعوا هل اتفقوا من جميع التائرات الفكرية لتقليل الضرر ما أمكن بدأ الصراع بينهم منذ اللحظة الأولى على أساس فكري هذا إسلامي وهذا غير إسلامي ثم انتقل الصراع إلى داخل السحادة الإسلامية وغير الإسلامية ونرى التشضي الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية وهنا أذكر المعلومة التاريخية الآتية بعد الاحتلال مباشرة وبعد تبلو الرأي الهيئة وظهور فصائل المقاومة والانتخابات الأولى في الهيئة جاء الأخضر الإبراهيم أبو عوثا من الأمير العام المتحدة للعراق لبحث موضوع الانتخابات ودار على جهات سياسية ومرجعيات دينية ومن ضمنها زار الهيئة وللأمانة التاريخية الذي نسق اللقاء مع الهيئة والترتيبات من طرف الحزب كان السيد الهيئة السامر الرأي ومن طرف الهيئة كنت أنا وجرى بيننا اتصال هاتفي في وقتها وتم ترتيب زيارة الأخضر الإبراهيمي لمقر الهيئة في جامع أم القرى ماذا فعلنا في الهيئة؟ لم نكتفي بلقائه لوحدنا وإنما جمعنا فعاليات مجتمعية لتبين وجهة نظرها للأخضر الإبراهيمي كي تقول له هذا ليس رأي هيئة العلماء فقط وإنما رأي فئات مجتمعية متعددة فعقدنا مؤتمرا صحفيا وكنا على المنصة خمسة أنا أمثل الهيئة سيدة ياد السامر الرأي يمثل الحزب الإسلامي وأستاذ الآن لا يحضر للإسم يمثل رابط التدريسين الجامعيين وأحدى الخوات الفاضلات تمثل جمعية نسائية في وقتها وأحد الشباب يمثل رابط الطلبة والشباب خمس جهات بيّنت للأخضر الإبراهيمي موقفها من موضوع تشكيل الحكومة ثم بعد ذلك التقينا بلقاء خاص بعد هذا المؤتمر مع الأخضر الإبراهيمي حضر اللقاء عن الهيئة مجموعة يتقدمهم الشيخ أحمد حسن الطاهة وعدد من أعضاء الهيئة وأنا معهم وحضر عن الإخوان المسلمين السيد محمد أحمد الراشد وعن الحزب الإسلامي سيدة ياد السامر الرأي وعن ديوان الوقف السني الدكتور عدنان الدليمي رحمه الله وسلمناه خطة جدولة انسحاب قوات الاحتلال في وقتها وهي الخطة المشهورة التي دخل جزء منها في تقرير الأخضر الإبراهيم الذي قدمه الأمم المتحدة لماذا لم يعترضوا على خطة الجدولة في وقتها لماذا لم يقولوا هذا الأمر غير صحيح وغير دقيق لماذا لم يقولوا فلنشارك كان الرأي موحد على ضرورة عدم جراء انتخابات في وقتها من جانبنا جانب مبدئي أنه انتخابات في زمن احتلال معروفة النتائج ويبدو الحزب الإسلامي كان يرى أن الوقت فقط غير مناسب إذن اتفقنا وعملنا عمل مشترك وقدمنا ورقة مشتركة ثم بعد ذلك بدأت التهديدات حصلت معركة الفلوجة الأولى طبعا للأسف ثم بدأت نظر الحرب معركة الفلوجة الثانية فدعت هيئة علماء المسلمين لمؤتمر طارئ لعلماء العراق وانعقت في رمضان في يوم 16 وشكلت لجنة من هؤلاء العلماء المائتين سباعية سبعة اجتمعوا في غرفة في مقر الهيئة واتفقوا على بيان مشترك أنه إذا ضربت الفلوجة أو هوجمت أو ضربت أي مدينة أخرى بما فيها كان السمراء مهددة والنجف أي مدينة عراقية سيعلن علماء العراق مقاطعة الانتخاب نعم واحد السبع الذين وقعوا على هذا الاتفاق هو ممثل الحزب الإسلامي أو أحد أعضاء الحزب الإسلامي في الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين وهو الدكتور زياد العاني ثم عقدنا مؤتمر ثاني جمعنا فيه كل القوى السياسية لبيان رأيها في الانتخابات ثم لقاء ثالث وحضر هذا اللقاء السيدة ياد السامر رأي وبيان هجة نظره ثم عقدنا لقاء الرابعا تخلف عن حضوره السيدة ياد السامر رأي في هذا اللقاء اتفقت القوى الحاضرة وهي 52 قوة وشخصية مستقلة على مقاطعة الانتخابات إذا حصل شيء في الفلوجة لما بدأ الهجوم على الفلوجة كانت الهيئة مكلفة من اللجنة السباعية التي تحدثها بإعلان الموقف فقط موقف المقاطعة التيار السلفي التيار الصوفي التيار الإخواني هيئة علماء المسلمين الحزب الإسلامي وشخصيات مستقلة لجنة سبعة أشخاص كلفوا هيئة علماء المسلمين بإعلان موقف المقاطعة إذا هجمت الفلوجة يعني إعلان فقط ومع ذلك الهيئة عقدت مؤتمر صحفي وجعلت ممثل هيئة الدعوة والإفتاء يعلن وليس ممثلا عن هيئة المسلمين عن مقاطعة الانتخابات تطبيقا لاتفاق علماء العراق في اجتماعهم في رمضان الذي وقع عليه أحد أعضاء الحزب الإسلامي والدكتور هذه المعلومات أنا متأكد أنها لم تصل بشكل سليم للحزب الإسلامي ولا لغيرهم الحزب الإسلامي بعد أن رأى هذا الرفض الشعبي الواسع اجتمع مجلس شورى الحزب خارج العراق وتحديدا في تركيا في مطلع عام 2005 واتخذوا قرارا بمقاطعة الانتخابات فأصبحت المقاطعة من الجميع فمن يلوم أحد على المقاطعة يلوم الجميع أما يحمل اللوم للهيئة للأسف الانتقائية بدأ الحزب بالتثقيف وصدر كتيب خاص ووزي على الأسر وعلى التنظيمات الحزبية ووزي عن طريق وسائل كثيرة جدا نعم وبدأت حملة بدأنا نواجه في الشارع أنه الهيئة تقاطع الانتخابات ولما حصلت الانتخابات وثبت أن نسبة المقاطعة كانت 42% خرج الدكتور عدنان الدليمي رحمه الله وقال وإلى الآن يتردد كلامه في أذني قال الآن عرفنا حجمنا الحقيقة يقصد العرب السنة أنه نسبتهم في العراق فقط لوحدهم نعم 42% وصدرت كتابات من الحزب الإسلامي من السيد طارق الهاشيمي ودكتور محسن عبد الحميد ومن غيرهم تقول بأنه سنستغل هذا الموضوع وهذه النسبة التي ظهرت لإجراء تعديلات في العملية السياسية أي أن المقاطعة جاءت من نتائج إيجابية بيّنت حجم السنة في العراق أو العرب السنة في العراق نعم وهذه كلها موثقة في صحف عربية وصحف عراقية وموثقة لدينا في الهيئة ولديها شخصيا في كتاب خاص قد يقدر لنا مستقبلا أن ننشره ثم بعد ذلك نفاجأ لما أراد الحزب وعزم أمره على المشاركة اتهام الهيئة وتحميله بل والكتاب وزع تقرير مركزي سياسي للحزب يركز على أنه ينبغي أن نحمل اللوم لمن أفتى بالمقاطعة نعم يعني يحملون اللوم لجميع علماء العراق لماذا الهيئة فقط وأختم نعم رغم كل هذا على الرغم من كل هذا اجتمعت الهيئة مع الحزب الإسلامي والقوى الوطنية الأخرى من أجل وقوف أمام موضوع الدستور الاستفتاء على الدستور في 15-10-2005 واتفقوا اتفقوا جميعا على الوقوف موقف رافض لهذا الاستفتاء الهيئة معها تقاطع والحزب الإسلامي يدخل في التصويت في الاستفتاء ويصوت بأكبر لا في التاريخ وانتشرت اللوحات الجدارية في الشوارع في بغداد وغير من الحفظات تقول سنقول أكبر لا في التاريخ والذي كتب الاتفاق على هذا بخط يده هو الشهيد يا قياد العزي رحمه الله من الحزب الإسلامي كلفه الوالد قال له انت اكتب بيدك فكتب الاتفاق على هذا الموضوع وإذا بنا بعد أيام نفاجأ بأن الحزب الإسلامي يخالف هذا الاتفاق ويصوت بنعم وفق المعادلة غير المفهومة وغير والمستغربة أن قلبي يقول لا وعقلي يقول نعم هكذا بررت في وقتها فإذا الذي خالف إجماع المقاطعة ودخل العملية السياسية الذي خالف إجماع رفض الدستور وصوت عليه وأقر هذا الدستور الشائن علينا الذي يقول عنه الدكتور عبد الكريم زيدان في لقاء في عمان جمع ممثلي الحزب الإسلامي والهيئة والوقف السنية وحضرت هذا اللقاء أنا قال إذا كان في التصويت على الدستور شيء يتعلق بالفيدرالية فإن هذا كفر بهذه العبارة نعم الدكتور عبد الكريم أراد أن يشدد حتى الهيئة لم تقل هذه العبارة فإذن الذي دخل العملية السياسية وخالف إجماع أهل السنة والذي دخل الدستور وخالف إجماع كل القوى الوطنية وأهل السنة والذي خذل المقام ووقف وجهها هو من يتحمل مسؤولية كل ما جرى إلى اللحظة هذا الذي أقوله وهذه أمانة التاريخ وهذه الحقيقة التي يخشى الحزب الإسلامي وغيره من إعلانها فبين مدة وأخرى يزيدون من شحنة الاتهامات للهيئة وهم طبعا تنظيم ولهم قدرة على الانتشار وأدواتهم طبعا أكبر وأفضل من أدواتنا نحن لسنا تنظيما نحن هيئة علمية شرعية تخاطب الناس علاقتها بالناس هي الثقة علاقتها بالناس هي الاحترام علاقتها بالناس هي المحبة والالتزام الأدبي والمعنوي فقط نعم دكتور باقينا عشر دقائق أيضا من ضمن الاتهامات التي ترد وربما أسألك عن هذا المغزى في التزامن الزمني لهذه الاتهامات من عياد السام الرائي وأيضا اتهام أيضا من القياد في ميليشيا بدر وزير الداخلية بعد 2003 باقر صولاغ عن مسؤولية الأمين العام السابق للهيئة الشيخ حارث الضاري رحمه الله بتأجيج الفتنة الطائفية في العراق يعني المغزى من من إثارة هذه التهم طبعا هي التهم مستمرة لكن يعني الآن وهذا التزامن الزمني هل هناك تزامن زمني بين شبه اللي أطلقها أياد السام الرائي مع صولاغ أم أن القضية ربما كانت عفوية حتى لا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل لا هي القضية عفوية أنا أقول لك عفوية من حيث الظهور نعم لأن تعليق السيد بيان جبر صولاغ كان في صدد الرد على تغريدة الرئيس الأمريكي ترامب نعم الذي أعاد تغريد لقاءة الفيزيوني قديم للمرجع الديني السيد أحمد الحسني البغدادي وحديث إياد السام الرائي كان في لقاءة الفيزيوني في مناسبة رمضان في أحد القنوات ولكن السيد بيان جبر صولاغ أيضا في لقاءة رمضانية أخرى تحدث بأحاديث قريبة من هذا لكن أنا أقول لك هناك توافق بين جماعة العملية السياسية من كل الأجنحة من كل الأطراف من كل المكونات من كل الفئات على تحميل الخطأ والمصائب التي جرت على الهيئة وعلى غير الهيئة على المقاومة على سبيل المثال فهناك توافق في هذا الموضوع وأذكر بأن أول تهمة أطلقت على الهيئة والعاملين معها حتى قبل صدور أي أصوات أخرى للقوى الوطنية كانت من سيد جلال الطلباني في وقتها قال هؤلاء أيتام النظام أول من قال أيتام النظام هو جلال الطلباني ثم تكررت هذه التهم وقبل رمضان وفي بداية رمضان سمعنا من عمائم تسمى عمائم سنية وهي تحظى برعاية كاملة من الولي الفقيه عبر أدواته في العراق وميليشياته في العراق هنا وهناك أيضا تتناول الهيئة ومن العام الهيئة الثانية الشيخ حرفر الضالي رحمه الله والمقاومة بلسانها وباتهاماتها وبتشويهاتها وأقول للأسف بأكاذيبها السيد صولاغ يعتب علينا العلاقة مع السيد أحمد البغدادي ويتهم البغدادي والضاري بأنهم أثاروا الفتنة الطائفية لماذا؟ لأنهم أيدوا المقاومة وجاء بأخبار غريبة عجيبة في هذا الصدد لا أصل لها عن جولات وما إلى ذلك تحالفنا وتعاوننا مع السيد البغدادي وغيره من الأصوات الوطنية كان معلنا وصريحا في إطار المؤتمر التأسيسي الوطن العراقي وفي إطار مؤتمرات وندوات في العراق وفي الأوردن وفي لبنان وفي سوريا وفي مصر أما بعض البلاد التي ذكرها لم يزرها السيد البغدادي قد يكون مطلقا لا بمفرده ولا مع الشيخ حارث الضالي رحمه الله نرجع إلى كلام السيد أياد السام الرأي للأسف أن هذه الفرية أقولها فرية وأقولها بكل وضوح وبكل صراحة مبنية على أساس خلفية في اتهام الهيئة وتحميلها كل ما يحصل لأنهم ينظرون إليها على أنها منافس سياسي في الساحة السنية ولا هي لم تطرح نفسها في يوم من الأيام للعمل السياسي أو المنافسة ستقوم بواجبها وبعد زوال الاحتلال وآثاره ستختار الطريق المناسب لها وهذا الصراع ليس بين الهيئة فقط وبين الحزب الإسلامي بنوجهة نظر الحزب وإنما حتى بين الحزب الإسلامي وحزب البعث على سبيل المثال فالسيدة ياد السام الرأي يقول بأن حارث الضالي تبنى خطاب حزب البعث وكانه حزب البعث فقط هو الذي يقول بالتصدي للاحتلال وربض العملية السياسية وهنا أقول له أي تيار تقصده من حزب البعث ألم تتحالف في جفة التوافق مع بعض الشخصيات البعثية ألم تتحالف في القائمة العراقية مع شخصيات بعثية واضحة وصريحة ومعروفة وناشطة في العملية السياسية وتصنع قائمة الموحدة بينكم أليس هناك مستشارون وموظفون وعاملون وإعلاميون محسوبون على حزب البعث يعملون معكم ويمدونكم الاستشارة أم أن الصفة ترتفع البعثية عنه عندما يعمل معكم في العملية السياسية وقبل قليل ذكرنا أن الموقف من العملية السياسية والاحتلال سابق حتى لأي موقف لحزب البعث أو للهيئة كما قلنا علماء العراق في الخارج أفتوا بذلك فموقف الهيئة هي امتداد لهؤلاء قبل احتلال العراق بخمسة أشهر ثم الآن حزب البعث أيضا فيه أشخاص وتيارات وجهات مع العملية السياسية وغيرت رأيها أعلنت ذلك أو لم تعلن فالموقف ليس ثابتا فإذن هي محاولة التلبيس والتدليس والإيهام بأن هناك نزع شخصية خاصة لحارث الضاري بتأثيرات معينة وهم يعلمون لما خرج حارث الضاري من العراق ولماذا هم كانوا يعملون على بقاء حارث الضاري في العراق لأنه كان يقوم بواجب الدعوة بناء على ثقتهم وقناعتهم برغم أنه ليس منهم ولماذا استمرت العلاقة مع حارث الضاري بعد خروجه من العراق للتعاون في مجال خدمة العراق والدعوة داخل العراق وخارج العراق ولماذا لم يتهم حارث الضاري بهذه التهمة إلا بعد أن تبنى الموقف الرافض للاحتلال بقوة وصراحة وختاما كثير من إخوانكم من قيادات العمل الإسلامي من الإخوان المسلمين هم في الهيئة ما زالوا إلى الآن وقسم منهم مستقلون يعملون في دول العالم وعلماء كبار وشخصيات لها وزنها نعم فمصادة رأي الحزب الإسلامي في مجموعة سياسية في العراق الآن أيضا هذا لا يسلم لكم أنتم جزء من حركة الإخوان في العراق وأنا أطالب حركة الإخوان في العراق لأن تبين موقفها واضحة وصريعا أن تجري عملية نقذ ذاتي وهذا من المآخذ عليها هل يمثلها الحزب الإسلامي في العراق سياسيا أي تيار من تيارات الحزب الإسلامي في العراق يمثل رأي جماعة الإخوان في العراق ثم تم يقول ما هو رأي القيادات التاريخية للإخوان خارج العراق ثم تم يقول أن جماعة الإخوان المسلمين في العراق غير راضية عن سلوك الحزب الإسلامي الحالي هل دقيق هذا الكلام؟ أنا دقيق مئة بالمئة وأنا أنا معرفة بهذا ولكن ما أردت أن أقول أقولها الآن صراحة نعم الإخوان شكلوا جماعة أو جمعية جديدة بمسمى آخر نعم من أجل العمل التربوي والدعوي بعد أن أحسوا بأن الحزب الإسلامي قد أساء إلى سمعتهم وإلى تاريخهم وهذه حركة عريقة في العراق نعم فأعطوا الحزب الإسلامي عددا محدودا من أعضائهم بضع مئات وقالوا لهم زاولوا العمل السياسي وتركوا لنا العمل التنظيمي وإعادة البناء هذه المجموعة من المئات انقسمت على نفسها إلى شطرين الآن ومتصارعة فالعتب على الإخوة في جماعة الإخوان المسلمين في العراق أنهم إلى الآن لم يبرئوا أنفسهم من هذا الخراب السياسي الذي يسمونه عملا سياسيا للحزب الإسلامي في العراق تأريخهم النظيف في العراق تأريخهم المشرف في العراق جهودهم بل دماء أبنائهم الذين سقطوا شهداء في مقامة الاحتلال الأمريكي في بداية الاحتلال في السنة والسنة والثلاثة الأولى هذه الدماء توجب عليهم أن يبينوا للعالم حقيقة ما يجري في العراق وأن لا يترك الحزب الإسلامي وكأنه هو الذي يحكم على الناس ويصدر المواقف ويقيم وختاما أقول الحزب الإسلامي في أول انتخابات دخل فيها حصل على 44 مقعدة وفي الانتخابات ليست هذه التي قبلها انتخابات عام 2014 حصل على ستة مقاعد فقط وهذه الانتخابات لم يدخل حتى باسمه الصريح لماذا؟ لأنه يعتقد تماما بأن هذا الاسم لن يجلب له الأصوات المقبولة فتوزع أعضاه على أحزاب وكتل أخرى وحصل على صوتين أو ثلاثة مقعدين أو ثلاثة أو أربعة فأنت مجرد هذا القياس من 44 إلى 3 أو أربعة يعطينا دلالة كافية على مدى نجاح الحزب الإسلامي ورؤيته كما يقول السيدة السامراء وأختم بسؤال الآن في سياسة المحاور في العراق أين أجد محور الحزب الإسلامي؟ أجده في المحور الإيراني في العراق لماذا؟ الحزب الإسلامي منذ سنوات طويلة يثقف بأن من أسباب تراجع الانتباه للعدو الإيراني والنفوذ الطائفي وما إلى ذلك هو الانشغال بالمقاومة ومقاطعة العملية السياسية ويحذر من موضوع النفوذ الإيراني في العراق وإذا به الآن في محور إيراني في العراق ألا يحتاج هذا إلى جواب واضح وصريح؟ أشكرك الأمة كلها الآن تعاني من إيران نعم فنحتاج إلى أجهبه في هذا الصدد نعم أعرف أكو علاقة تاريخية نعم بين الحزب الإسلامي وبين سيد ياد السامراء تحديداً مع إيران بحكم أيام المعارضة وما إلى ذلك قضايا سياسية ممكن أنه تفهم في هذا الإطار تحالفات وما للعودة إلى العراق وإزالة نظام صدام حسين في وقتها نعم أما الآن في هذا الوقت جبهة التوافق في عام 2006 تنظم أكبر تظاهرة في بغداد لفضح سجون الداخلية وهي التي ثبتت تهمة هذه التظاهرات والنشاط ثبتت تهمة أشكرك إدريل أو المثقاب على باقر صلاق وليس الدعاءة فلان أو فلان هذا الجهد الذي يبقى في عام 2006 للدفاع عن العراقيين ينقلب الآن إلى تحالف مع محور إيراني شكرا دكتور كفيتنا مؤونة السؤال عن قضية العلاقة بين الحزب الإسلامي وإيران على مرحلتين متناقضتين شكرا لفضيلة الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري الذي كان معنا في حلقتين ضمن أمسية رمضانية تطرق فيها إلى جملة قضايا تتعلق بالوضع العام في العراق والمنطقة وآفاق الصراع الأمريكي الإيراني وكان في الحلقة طبعا الأولى كما تطرق في هذه الحلقة إلى الظروف التي رافقت إنشاء وتأسيس هيئة علماء المسلمين وحملة التشويه والتشويش والاتهامات التي تطلق ضد الهيئة ومواقفها على خلفية موقفها المناهض من العملية السياسية وجملة قضايا أخرى والحقيقة الوقت لم يتسع لتطرق وبحث قضايا أخرى كانت يفترض أن نتطرق إليها شكرا للمشاهدين الكرام وحتى نلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى في أمسيات أخرى في أمان الله اشتركوا في القناة